ولمناقشة هذه الملفات ينضم إلينا مباشرة من بغداد رئيس المجموعة العراقية للدراسات واثق الهاشمي دكتور واثق أهلا بك إلى نشرتنا لهذا اليوم يعني دعنا نبدأ من زيارة وزيرين سياديين هما وزير الداخلية ووزير الدفاع إلى النجف ولقائهما بزعيم التيار الصدري وثلاثة من المراجع أيضا في النجف جرى الحديث من قبل الصدر حول ضرورة أن تكون الأمور أو زمام الأمور بيد الجيش والشرطة ماذا تعني هذه الزيارة وماذا يعني هذا التصريح تحديدا لو سمحت مساء الخير أستاذ محمد عليكم على المشاهدين الكرام أعتقد أكثر من الرسالة في هذه الزيارة خلأ أبدأ أولا بزيارتهم من المراجع الثلاثة يعني ثلاث مراجع من أربعة عندما يستقبلون لأول مرة مشؤولين سياديين في الحكومة بعد مقاطعة طويلة فهي بها رسالتين أولا دعم للحكومة العراقية اثنين دعم للقوات الأمنية جيش وشرطة في معاركها ضد تنظيم داعش الإرهابي وفي ضرورة إرسال الأمن والاستقرار في البلد زيارتهم لسيد مقتد الصدر أيضا فيها يعني أولا لترطيب العلاقات لتطوير العلاقات لإرسال رسالة سيد مقتد الصدر أن سيد مقتد وجمهورها لهم وكان أيضا في العراق رسالة سيد مقتد أنه كان يصر وهو لديه موقف أنه يجب أن تحل كل الجماعات غير المنظوية تحت راية الحكومة فقط جيش وشرطة وبالتالي الآخرين يجب أن يحلون هو أعرض سابقا عن حل سراء السلام في حال تطوع الآخرين لهذا الأمر أنا أعتقد ما حدث من حراك بالنجف رسائل مطمنة لما بعد داعش أولا ودعم أيضا من المرجعية النجف من مكان إلى القوات الأمنية نعم هل هناك علاقة بين هذه الزيارة وبين ما حصل لمطار النجف الدولي قبل أسابيع فترة قصيرة يعني أنا أعتقد ربما كان هناك حديث في هذا الأمر لكنه لم تكن الزيارة لهذا السبب ما حدث في مطار النجف أيضا كشف عن موضوعة محاصصة عن موضوعة عدم مهنية في كثير من القضايا الموجودة عندما تكون هناك محاصصة في موضوعة المطار مهم جدا وهو مطار النجف أعتقد أكو إجراءات ربما ستتتخذ في المرحلة المقبلة في أن تكون هناك مهنية في إدارة هذا المكان بعيدا عن المحاصصة الطائفية وبيئة خبراء وبيئة شركات مهمة في هذا الاتجاه نعم بخصوص الحجد الشعبي ودعوة نائب رئيس الجمهورية دكتور ياد علاوي إلى أن يتم دمج بالقوات المسلحة قال في الجيش وفي الشرطة قال بالحرف الواحد لا نريد جيوشا في داخل البلد هل هناك رأي مشترك للقوى السياسية بهذا الخصوص؟ يعني أنا أعتقد الخطوة الأولى كانت هو ضم الحجد الشعبي إلى المؤسسة الحكومية العراقية وتحديدا تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة وبالتالي أصبح ذراع مهم في هذا الأمر أنا أعتقد اليوم ربما هناك رغبات على اعتبار أن قانون الحشد هو بديل لقانون الحرس الوطني لذلك يصبب هذا الاتجاه لكن الحكومة ما أعتقد اليوم تستطيع أن تتخذ هكذا قرار إلا بعد الانتصار على داعش لأن هناك أيضا توجهات في موضوعة الحشد هناك من تطوعه يريد يعود إلى عمله وهناك لديهم وظائف أخرى لكن الآخرين الذين يرغبون في البقاء في هذه القوات لا يمكن أن يذهبون إلى بيوتهم أكيد الحكومة العراقية وهناك ترتيبات في الحكومة في البرلمان لضمهم إلى الجيش وإلى الشرطة العراقية تكريما لما قدموه من دماء زكية في معارك نظر تنظيم داعش الإرهابي نعم ننتقل إلى كردستان رئيس قليم كردستان في مقابلة مع اللوفي جارو قال بأن إعلان الدولة الكردية قريب لا نحتاج إلى موافقة من بغداد بخصوص الاستفتاء على هذا الأمر ثم تحدث عن تاريخ طويل حتى ما قبل سقوط النظام السابق بسنين عديدة واستشهد بها أنها أكدت أنه لا مجال للحفاظ على الوحدة العراقية فشلت هذه الجهود دمرت أربعة آلاف وخمسمائة قرية بماذا تعلق بهذا الخصوص أستاذ محمد يعني سابقا ما أحضرتك وفي كثير من القنوات أنا قلت هناك في كل شهر تصريح لثلاثة شخصيات وبالتناوب أما السيد مسعود أو السيد نجرفان أو السيد مسرور يقولون بعد كل مفاوضات ناجحة مع الحكومة أننا نريد استفتاء ونريد استقلال وبالتالي هي لتصدير أزمات موجودة في الإقليم وصراعات في ظل تمسك السيد مسعود برزاني بالسلطة الأولى يعني الحكومة العراقية حق تقرير المصر موجود الأخوة الكرد شركاء السيد مسعود ساهم كتلت السياسية في مناصب الدولة وفي كتابة الدستور لكن هو السؤال الموجود أولا حق الاستفتاء نعم ليس الحكومة العراقية لكن هناك قضية قانونية الاستفتاءتم عن طريق برلمان الإقليم أين برلمان الإقليم؟ قد حل السيد مسعود برزاني وطرد رئيس البرلمان وبالتالي محافظة سليماني أمس قدم استقال احتجاجا على مرساة السيد مسعود اثنيا الدولة الكردية التي تضم أكراد العراق وسوريا وتركيا السيد مسعود برزاني قام بضرب أحزاء الأكراد الأتراكي الموجودة في سنجار وفي سوريا بالتواطع والتعاون مع أردوغان الرئيس التركي وبالتالي هناك أحزاب كردية انتقدت هذه السياسة أنا أعتقد اليوم للوضع الداخلي وللوضع الخارجي في ضر رفض الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتركيا عدم وجود مقاومات لهذه الدولة ربما يمنع قيامها في الوقت الحاضر على الأقل نعم من بغداد رئيس المجموعة العراقية للدراسات الدكتور واثق الهاشبي شكرا جزيلا لك